اشتركوا في القناة وضمائر المفعول ضمائر الفاعل وضمائر المفعول هي Subject and Object Pronouns طيب هنشرحها زي ما نشايفين من كتاب الجم وتمشي مع كل المراحل يعني اللي عنده مشكلة فيها سواء قولة عدادة او ثانية او ثالثة او اي مرحلة يقدر يفهم الفيديو بسهولة زي ما نشايفين كتاب الجم مقسمني Subject Pronouns والObject Pronouns يعني الضمائر الخاصة بالفاعل والضمائر الخاصة بالمفعول قبل مشرح كده انا عايز اقولكم على حاجة طالما في قاعدة لغوية ياولاد انتو بتفهموا ده ان انا بس هفهم القاعدة وهحلها والموضوع بسيط والقواعد دي عبارة عن فهم وخلاص لا القواعد زي ما هي عبارة عن فهم محتاجة مذاكرة يبقى انت لازم تجيب ورقة او قلم دلوقتي حالا وتبدأ تذكر معايا Subject Pronouns والObject Pronouns الضمائر الفاعل وضمائر المفعول وتحفظها حفظ عشان تعرف بعد كده تفرق بينهم وبعد كده تعرف ايه هي الحاجات المطلوبة من كل واحدة فيهم يعني ضمائر الفاعل اولا كده هي ايه؟ ضمائر الفاعل هي اي ووي ويو وهي وشي وات وذي كل دي سمع ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل بتعود على من قام بالفاعل وتأتي قبل الفاعل اي في بداية الجملة انا مش فهم حاجة ممكن تفاهميني اديك مثال هتفهم الدنيا مش ازاي علي اند هبا دول طبعا جامع Are good students طلاب جيدين لما جيت بدأت في الجملة التانية بدأنا بضمائر ايه؟ ضمائر فاعل اللي هو الضمائر زي عوضت عن علي وهبا بزي اللي هو هم هم ايه بقى Always دائما بيساعدوا المدرس at school في المدرسة يبقى انا اول حاجة او اول معلومة عرفتها عن ضمائر الفاعل ان هي بتأتي في بداية الجملة في جملة ايه؟ انتهت بفلسطاب بنقطة وبدأنا جملة جديدة بدأناها بمي؟ بدأناها بضمير الفاعل ذي يبقى ضمائر الفاعل بتيجي قبل الفاعل ركزوا معايا كواس جدا قبل الفاعل انا عندي الفاعل هلبة اهو هي جيت قبله وبتيجي في بداية الجملة خلاص؟ دي معلومة تبقى حافظها زي اسمك وتبقى حافظ ان ضمائر الفاعل هي الاي والوي واليو والهي والشي والات والذي دي اسمهم ايه؟ دي اسمهم ضمائر الفاعل وطبعا من غير ما ترجملك انت عارف ان الاي اللي هي انا والوي اللي هي نحن واليو اللي هو انت هي هو هي وطبعا ات لغير العاقل وذي اللي هو هم تمام؟ دي اول حاجة لازم تكون عارفة طيب تاني حاجة خلاص في مشكلة في نقصك ايه فيها دلوقتي بعد ما فهمتها؟ نقصك ان انت تذكرها بالورقة والقلم ان الاي والوي واليو والهي والشي والات والذي طيب عرفنا ان هم بيجوا في بداية الجملة دي حاجة خلاص ما فيهاش هزار وكمان بتيجي قبل الفاعل طيب بالنسبة بقى الاضي اللي هي ضمائر المفعول ضمائر المفعول هي المي والاس طبعا الاي بتتحول للمي وعندك هنا الوي تتحول للاص واليو هي اليو الهي بنعوض عنها في ضمائر المفعول بهام الشي في ضمائر المفعول بهير ها والات بتبقى ات برد والذي بتبقى ذام دي اسمها ضمائر المفعول تتفرق بين ضمائر المفعول وضمائر الفعل ازاي يا مس قالك ضمائر المفعول بتعود على من وقع عليه الفعل التاني اللي قام بالفعل ده اللي وقع عليه الفعل فاهميني اكتر يا مس عشان مش فاهم دي بقى بتأتي بعد الفعل ركزوا معايا التانية كانت بتيجي قبل الفعل دي بتيجي بعد الفعل ادي اول علامة او بعد حرف جر ادي تاني علامة اي في وسط الجملة او اخرها تماني؟ يعني ان كده عندي ضمائر المفعول ما بيجيش في اول الجملة خالص لا بتيجي في وسط الجملة لا في اخر الجملة يبقى انا عندي علامة كده بتقول ان ضمائر الفعل دايما بتيجي في اول الجملة وديجي قبل الفعل لكن ضمائر المفعول اما بتيجي في الاخر او بتيجي في وسط الجملة وكمان ايه بتيجي بعد الفعل اديني مساء. حاضر. دي كرة علي. من فضلك. ده الفعلة هو يا ولاد. ركزوا معايا بقا. اعطي الكرة لي. يبقى انا عندي هنا ضمير المفعول اولي يجيه بعد الفعل والتن يجيه بعد حرف الايه? طول وهو حرف الجر. انا عرفت اعلم ضمائر المفعول من ايه و ضمائر الفعل من ايه? خلاص مش يا مساء. تعالك كده نشوف. جايبها لك بقى وجايبلك عليها جمل او امثلة. اول حاجة كتاب الجمي مقسم لي طبعا ال subject pronouns اللي هي ضمائر الفعل. والobject pronouns اللي هي ضمائر المفعول. ومقسم لي دي بجمل ومقسم لي دي بجمل. اول حاجة قلنا ضمائر الفعل. خلاص احنا شرحنا القصة دي دي توقتي في بداية الجمل. قصة منتهية وقبل الفعل. وقلنا ان ضمائر المفعول بتأتي بعد الفعل او بعد حرف الجر. وبتجي في وسط او في نهاية الجملة. اول حاجة اي. الضمير اي. هنا. اقول لك اي لاف ماي تيتشيرز انا احب اسد زيتي او مدرسيني. بدأنا بايه؟ بالضمير اي في بداية الجملة. تمام. تاني حاجة يو. علي. تعال هنا. انت بتعمل دوشة. عوضنا عن علي هنا بايه؟ بانت. انت بتعمل دوشة وبدأنا في بداية الجملة يبقى تضمير اي او لا تفاعل. طول ما بدئين في بداية الجملة يبقى تضمير ايه؟ فاعل. هي 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 طيبة. هي ساعدتني. ات برضو اللي غير العاقل. انا لدي اي كطة. هي لطيفة. و علي و انا و انا و انا و نساعد بعضنا البعض. انا عوضت عن علي و انا بايه يا ولاد بالضمير نحن. ضمير الفاعل. يو. يو. هاوز. انت اي لديك منزل. زي. علا و اند سارا. طيبين. زي لايك مي. هما بيحبوني. تمام كده؟ في مشكلة في ضمائل الفاعل. خلاص بيجوا في بداية الجملة حاجة بسيطة جدا. ضمار المفاول. قلنا لما بيجوا بعد حرف جر او بعد الفاعل. في وسط او نهاية الجملة. مي. و دي بنعود بنع. يعني الاي في ضمير المفاول بتبقى مي. ماي تيتشورز المدرسين لاف مي بيحبوني. هاو. جي في نهاية الجملة. يو. اي ام توكينج تو يو. انا بتحدث ايه معك. ها. جي في نهاية الجملة. نفس القصة هام. عالي از ماي فريند. عالي صديقي. اي لايك هام. انا بحبه. تمام. جي في نهاية الجملة. هنا و بيجي بعد ايه واخد بالك. هنا جي بعد حرف الجر. وهنا جي بعد الفاعل. وهنا جي بعد الفاعل. اي لايك. نكمل. ها. اللي هي طبعا للمؤنس. هي بقى اسقينج طيبة. اي لايك ها انا بحبها. بعد كده ات. لغير العقل. اي افكا ت. اي لايك تو فيد ات. انا بحب اطعمها. يبقى هنا جيت بعد الفاعل وهنا برضو جيت بعد الفاعل ليه ضمير ايه المفعول بيجي بعد الفاعل في نهاية الجملة او في وسط الجملة Us المدرسين at our school في المدرسة help us بيساعدونا اخر حاجة او اخر حاجتين This is house هذا المنزل belongs to you بينتمي لك Them I have two cats انا لدي القططين I like them انا بحبهم يبقى هنا برضو جي بعد حرف guard وهنا جي بعد ايه بعد الفاعل يبقى خلاص ضمائر المفعول بيتيجي بعد الفاعل او حرف جار في وسط او نهاية الجملة لكن ضمائر الفاعل بتيجي في بداية الجملة كتاب الجيم هنا عامل لي جملتين وحللهم لي وقال لي وحللهم كده ليه كاريم's father baba kareem both not a pair of shoes هنا زوجين من الاحزاية هنا قلنا هي طب دي نهاية جملة او بداية جملة لا دي مش بداية جملة يا مصد دي حاجة في وسط الجملة طينا ووسط الجملة يبقى دي هنختار ايه ضمير مفعول يبقى هنا يا ولاد هنعوض عنه بهم يبقى كاريم's father both him اشترى له ها a pair of shoes قلنا الاجابة الصحيحة هنا هم لان الفاعل both بنضع ضمير المفعول يعود على الاسم كاريم وهو مفرد ايه مذكر يبقى هنا عوضنا عن كاريم بايه يا ولاد بضمير المفعول هم هنا this is my friend نيلي دي صديقتي نيلي نقطة lives next door هنا يا ولاد بداية جملة يبقى احنا هنختار ايه بقى نختار ضمير فاعل ضمير الفاعل هنعوض عن نيلي اللي ايه مؤنس بايه بشيه وقال لك اهو اللي جابة صحيحة هي لان بداية الجملة يتبعها الفاعل فنضع ضمير فاعل للمفرد المؤنس حاش تمت الاشارة اليه في الجملة الايه السابقة تعال نحل كده سريعا كذا جملة عشان نفهم اللي احنا قلنا my dad babaya and i وأنا love it chocolate بيحب الشوكولاتة بداية جملة جديدة يولدي وانا اختار ضمير ايه فاعل love it very much يبقى هنا هنقول ايه يبقى هنقول اول جملة معي هتبقى we نحن بنحبها كسيرا ضمير فاعل i don't like this music انا ويحبش الموسيقى دي نقط is boring بداية جملة برضو والموسيقى غير عاقل يبقى نعوض عنها بايه هنعوض عنها بإيه هنعوض عنها بإد ضمير فاعل mothers اللي هي الامات love their children بتحب اطفالها نقط cook healthy meals بتتبخلهم وجابات صحية for them هنا برضو هنبدأ في بداية الجملة بضمير فاعل وهنعوض عن الامات هنا بـ they يعني هم بيتبخلهم وجابات ايه صحية what time can i visit هنا ياولاد عندي في النهاية بيجي ضمير مفعول مش ضمير فاعل بقى he ضمير فاعل she ضمير فاعل his and him هنختار ايه هنا هنختار him i visit him تمام do ده فاعل مساعد يبقى بعدها ضمير ايه ضمير فاعل do you like يبقى هنا تبقى you رقم 5 هتبقى you بعد كده tamir loves his dogs بيحب الكلاب he plays with a ايه ياولاد برضو هنا ضمير مفعول هيبقى هو بيلعب them والذن معاهم بعد كده please call not soon i am very worried انا الان جده انا عايز اقول لك كلمني ويبقى ضمير مفعول يبقى call me i don't have my glasses انا مش ايه لايه لنظر بتاعتي i lost not yesterday برضو ضمير مفعول هيبقى ايه i lost them انا فقدتهم نقط need help can you help us هنقول ايه ياولاد we need help احنا محتاجين لمساعد can you help us move can you help us help us why are you looking at هنا ياولاد هتبقى ايه هنعوض هنا عنها بهير تمام بكده ياولاد احنا خلصنا خلاص طبعا ده ضمير ايه ياولاد ده ضمير مفعول لازم يجي في النهاية او في غسط الكلام لكن she will i will my دول مقر فاعل مش متنفع كده خلصنا شرح القعدة وحلينا عليها اه جمل بسيطة كده اه بتمنى لكم التوفيق جميعا لسه مش راكش في قناة وفعل زر الجرس لتشترك حانا وفعل زر الجرس عشاني وصلوا كل جديد اشوفكم في فيديو جديد وفي شرح قعدة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة